اشتركوا في القناة المسؤولة عن المركز نشرت صور النصائح على صفحة المركز على فيسبوك ولقض رواجا كبيرا واهتماما من الشباب من مختلف الاعمار حتى ان نفس الفكرة تم تنفيذها في دور اخرى لرعاية كبار السن في امريكا وجاءت اغلب النصائح حول اهمية ان تكون شخصا لطيفا يقدم المساعدة للاخرين من حوله بجانب السعي الدائم للتعلم والتطوير بوضع اهداف جديدة وطموحات بعيدة باستمرار نصائح الاكبر سنا لم تحتصر فقط على التعلم والتعامل بل امتدت نصائح في الحياة والحب حيث قدم بوب البالغ من العمر واحد وتسعون عاما نصيحة مهمة للشباب بالبحث عن الحب الحقيقي والحفاظ على هذا الحب بعض النصائح كان لها طابع ديني مثل نصيحة بنيتا البالغة من العمر واحد وتسعون عاما حيث اكدت عن اهمية ان يكون الله هو مصدر الالهام في حياتنا وان نترك الامور لله حتى يقود خطانا في كل شيء بعض النصائح كان لها طابع كوميدي مثل نصيحة ديانا البالغة من العمر 88 عاما حيث طلبت من البنات عدم اتباع الرجال او الاستماع الى كلماتهم ابدا استغل كل فرصة تمنح لك لا تطيعي رجلا ابدا استمتع بكل دعيعة اشتري كوخا صغير وامشي بمفردك طالما يمكنك ذلك امتلك طموحا واهدافا لتحققها دائما حافظ على استحرارك المادي حافظ على صحتك اهتم بجسدك واستنشح الهواء وابتعد عن الضغوط شارك خبراتك مع الاخرين واستمتع معهم كن صادقا دائما كن لطيفا مع الاخرين فكل منا له ماض اجعل الله مصدر الهامك واجعله يحود خطاك اعمل بجد تحرك ببطف لا داعي للاستعجال دائما تعلم جيدا وتعامل بلطف مع والديك جد جغفا تحبه وحافظ على هذا الحب حاول تجنب المشاكل ذاكر جيدا ولا تدعي الاشياء صغيرة تعطل نجاحك وتمتع بحس الفكاهة كن سعيدا وساعد الاخرين كن طيبا مع الناس كن كريما وساعد من يحتاج للمساعدة كن محترم في كل المواحف واحب بالله من كل حلبك ان اعجبكم فيديو اليوم لا تنسوا ان تشتركوا في حناتنا بالضغط على الزر الاحمر وتفعيل جرس التنبيهات شكرا لكم والى اللحاء في الفيديو القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة